بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء فيه ناس كتيرة وإحنا في رمضان وفي الأيام المباركات وفي النفحات لسه حاسة أن هي مش قادرة تعمل حاجة حاسة أن هي عجزة على أن يتوفي حاجات بيتها وحاسين كمان أن حياتهم كلها بتتراكم عليهم وحاسين أنهم متكتفين ومتأيدين ومع أن القرآن الكريم جاي بيكلمهم وبيبنيهم وبيخرجهم من اللي هم فيه ده إحنا تكلمنا مبارح وأول مبارح تكلمنا أول مبارح عن أن العبد مش هيقدر يتزن ويقدر يعيش حياته بسعادة ويقدر ينطرق في الحياة غير لما يكون عارف أنه عبد ممدود وأكدنا على أنه هو يستطيع أنه يعيش حياته بشكل متزن لما عرف أنه عبد مكرم ومش هتكمل هذه المسألة وتنفي عن الإنسان العجز غير لما يعرف كمان المعنى اللي بيجتمل عليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هذه الآيات الآياتين دون آيات خواتيم سورة البقرة هذه الخواتيم سورة البقرة بتخلي الواحد يستطيع أنه يواجه عجزه وأن عجزه ده في الحقيقة جاي من إحساس النفس الأمارة بالسوق نشرته في قلبه ونشرته في كيانه فخلته حاسس أنه هو مش قادر بس دي مش حقيقة مش حقيقة ليه؟ لأن أنت إذا كنت عبد ممدود وإذا كنت مكرم لازم تعرف الصفة الثالثة اللي فيك الصفة الثالثة اللي فيك اللي بتنفي عنك كل ده أن أنت مالك أن أنت ربنا سبحانه وتعالى مش خلقك في الدنيا همل ولا خلقك في الدنيا وتركك لكنه سبحانه وتعالى دبر لك كل شيء فبعضنا اللي مش قادر يفصل ما بين طموحه وأحلامه وبين تدبير الله له بنقول له ربنا دبر حياتك كلها أنت عيش طموحك وعيش كل أحلامك بس لازم تعرف أن ربنا الذي يعلم السر وأخفى ويعلم كل شيء وكل شيء بقدره قد دبر حياتك وعشان كده لازم تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى نعم ليس هو الإله محقق الأمال ولكنه هو المدبر لحياتك على كل حال ربنا سبحانه وتعالى مش إله لأنه بيحقق الأمال لكنه هو بيدبر حالك على كل حال والنهاردة بقى عن حاول نقرب لحضراتكم معنا مهم جدا لفهم ذات الإنسان وهو أنه أحيانا بيكون عجول وما يشوفش جمال تدبير ربنا سبحانه وتعالى بسبب سيره خلف ما تأتي به نفسه وما يريده في حين أن ربنا سبحانه وتعالى دبر له أمره وأن تدبير الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا يساوي بما يريده هو وما يخططه في حياته تعالى نفرق شويتين تلاتة ما بين تدبير ربنا سبحانه وتعالى وتخطيتك لحياتك تخطيتك لحياتك ده واجب عليك لكن تدبير ربنا هو حنية وفضل ومنة وكرم عشان تحس أن أنت عندك سند وتحس أن كرمتك مش بس مش حد مش هيمسها لا ده أنت هناك من يدعمك طول الوقت ولا يتركك أبدا وحدك ولكن تدبيره يزيح كل العقبات من أمامك لكي تعيش في أمان الله سبحانه وتعالى وفي حفظي وفي كنفي وعشان كده تقدر تسمع كلام سيد بن عطاء الله السكندري وهو بيقولك في حكمة من أجل حكمه وهو بيخليك تطمئن فبيقول سيد بن عطاء الله السكندري في أحد حكمه ماذا؟ أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى تدبر الأمر زي ما أنا قاعد معكم كده تخيلوا كده إن أنا بفكر إزاي كلامي هيوصل لكم تخيل الأب هو بيفكر إزاي وهو بيجري ويشأ على أولاده إزاي أولاده عيحسوا إنه هو بيحبهم ويفضل ممكن يعمل حاجات ما يقدرش يوصل لها ويحس بالعجز إنه هو مش قادر يفتح قلوبهم ويحط حبه فيهم لكن تأتي الآيات بتقوله هون عليك ربنا بيدبرك أمرك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ما تخافش يا سيدي هون عليك مش لازم أنت تكون أنت اللي بتصنع النتيجة ربنا صانع النتيجة أنت بس اعمل عليك ولذلك ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا لو مشينا في حياتنا وأخطأنا ونسينا إحنا عارفين إن تدبيرك يجبر نقصنا وعارفين إن تدبيرك هو سندنا وعارفين إن تدبيرك ده أماننا وحفظنا وعشان كده بداك كده على دا ونقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصنع على القوم الكافرين عارفين حضرتكم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ألف الآيتين دولة إيه ألف الآيات دي صلى الله عليه وآله وسلم إن الآيات دي من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه متخيل يعني إيه كفتاه يعني هيكفوه هيكفوه حاجات الدنيا وحاجات الآخرة أنا بس حابب إن أنا أوف يعني أتكلم مع حضرتكم ونركز مع حضرتكم ونوقف شوية المخاوف والأوهام اللي عندنا ونتأمل قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا شوف كم الحنان إن ربنا يعلمنا معاني ندعو بيها بس بش بس بندعو بيها ده كمان هي متحققة في حياتنا وإحنا بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى بنقول لربنا وده وإن كان دعاء ولكنه بيقرر حقيقة لدرجة إن الحقيقة دي قررها علماء الفقه وعلماء الشريعة لما قالوا لا تكليف إلا بمقدور يعني إيه لا تكليف إلا بمقدور يبقى ما تخافش إن ربنا سبحانه وتعالى عيكلفك بما تستطيع وما تقدم عارف أنت في أمان ربنا فما تقلقش لازم تعرف أن أنت ما تقلقش ما تقلقش إن تدبير ربنا سبحانه وتعالى هيكون دايماً بيعطيك الشيء المناسب لك وما تخافش تدبير ربنا سبحانه وتعالى يجمع لك الخير كله ولكن اوعى أنت تستعجل لأن استعجالك ده هو اللي بيخليك تفقد معرفتك وتفقد يقينك بأن تدبير الله سبحانه وتعالى هو تدبير الخبير العليم الرحيم الودود بيك لازم تعرف أن تدبير ربنا سبحانه وتعالى هو مش أحسن من تدبيرك هو التدبير الذي بدونه لا يمكن كانت لك حياة لأن أنت مش تقدر تتعامل مع الأشياء اللي أنت لا تراها أو الغيب ولذلك ربنا صل لك حياتك بأنه دبر لك أمرك وعشان كده لازم تعيش في ده لازم تعرف أن تدبير الله لك هو حياة وليس تدبيره مجرد شيء إضافي ممكن تعيش بدونه بدون تدبير الله لا تكون هناك حياة ولذلك لو عايز تكون عبد وتذوق حلاوة أن أنت مدبر لك فتكون عبد ممدود له ممدود وتكون عبد مكرم وفي قمة التكريم وفي التكريم اللي كي تعيشه لازم تعيش أن أنت مدبر فلازم تفهم ثلاث حاجات مهمة إن مقامك حيث أقامك الله سبحانه وتعالى وخليك ابن وقتك يعمل الحاجات الواجبة عليك في وقتها وتعلم الرضا ولازم لما تتعلم الرضا تزيل من قلبك السخط ولازم ما تبص ولا تمدن عينيك لما في يد الناس وهنا هتبقى عبد مدبر له عايش في أمان الله سبحانه وتعالى وعايش في جماله وتبقى حياتك مليئة بالوسة فاصل ونرجع نكمل معاكم إزاي تدبير ربنا بيجنب للحياة وبينورها وكمان نتلقى أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا الصفحة اللي بنتلقى عليها أسئلتكم وتفضل جسر بيننا وبينكم ويدخلنا على مجالس النور عشان نذكر في الملأ الأعلى إن شاء الله في حضرة الغفور سبحانه وتعالى احنا قلنا إن الإنسان لما يعيش على إنه مدبر له بيعيش وعنده تلات حاجات ممكن يخلوه في غاية الرقية بس لازم نعرف يعني إيه الإنسان يتحقق إزاي بإنه إنسان مدبر له إن إنسان يحصل له لذة التدبير إنه يحصل له إنه هو يغسل ويرتاح البال بتدبير الله لا لما يعمل ثلاث حاجات لما يعيش التحرير فيحصل له التنوير فيتسع حياته بالتيسير إزاي يتحرر من ديق أنه لابد أن يكون كل حاجة أنتر كنترول تحت سيطرته لا يتحرر من ده ثم فيحصله إيه فيحصله التنوير فيرى أن الله معه ويرى أن الله سبحانه وتعالى يؤسل له أمره فيرى فلما يرى ده ببصيرته يرى حياته مؤسرة فيقبل لا يبقى فيه عجز ولا يبقى فيه ضيق ولا يبقى فيه حرج فيحصل إيه بقى تبدأ عشان نحققه عندنا ثلاث إجراءات إن أنا أركز في اللي أقامني الله فيه ويكون شعاري من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وأفعل الواجبات اللي علي ولا أن شغل بسواها الأمر الثاني أملأ قلبي بالرضى بما قسمه الله لي لأننا لما أكون مركز فيما يعنيني ثم راضي بما أعطاه الله لي إيه اللي حاصل؟ أشعر بإني ما أعطاه الله لي ده فتح وبركة ونور ويسر ومجمال وساعتها لا أمد عيني إلى ما في يد الناس فأرتاح من مسألة الوجع والفوت وأستشعر بإني اللي عندي ده تواسع وجميل والله سبحانه وتعالى ما منع عني شيء بكده أستطيع أن أنا أقول أنا عبد ممدود مكرم الله سبحانه وتعالى سندني ومعايا ودعمني وأعطاني ما لا يخطر على بالي عندما دبر لي أحوالي لأنني لا أستطيع أن أرى العوالم التي تحد به ولكن الذي يدبر لي هو الله فيدبر لي في كل هذه العوالم وأنا أسير في طريقي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيكلفني بما أطيق أما ما لا أطيق فقد دبره الله لي لما يفهم ده يحصل كل هذا الجمال ويبقى عبد منور بأنوار القرآن الكريم أم ياسين معنا السلام عليكم عليكم السلام عليكم تتفضلي يا أم ياسين أنا بعد إذنك أنا بقتل من مصحف مرتين طي الله أكبر ما شاء الله ربنا يبالك تتفضلي بس أنا مش مهملة تعليمي لحد تلتعدادي بس كده بس أنا بقرأ يعني بقرأ في المصحف بس مش بعرف فيه كلمات ما بعرفش معنا هكده صحيحة طي أنا أقول لك بقى أنت عايزاني أقول لك هل ده إن شاء الله تاخد عليه سواب ولا لا وتعملي إيه هقول لك لتنين لو كنت أنت طالبة دول شكرا عفوا يا ستي ربنا أحفظك أول حاجة أم ياسين ربنا يبارك لك وإن شاء الله ربنا يكرمك ويفتح عليك ويسر لك أمورك واستمر استمر إن أنت تقرأ القرآن وإن كان عليك شاق فلك يأجر إن شاء الله إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر العظيم ويكتب لك السواب العظيم إذا كنت بتحاولي أمر الثاني أنت بتقولي أن أنت مش قادرة تعرفي هقول لك طريقة لطيفة خالص خالص اسمعي خمس آيات من القرآن وقرأيها خلف المقرأ إذا ما كنتش قادرة تشوفي حد يعني معلمة ولا شيء يعلمك إزاي تقرأي القرآن إذا ما كنتش عندك السبيل إلا ده ومش قادرة تعملي ده اعملي زي ما بقولك دلوقتي خمس آيات وقرأيها خلف المقرأ وده بقى موجود دلوقتي في كل حت موجود في المنصات موجود القرآن الكريم وبصوت الخمسة الكبار وبصوت الشيخ الحصري وبصوت الشيخ البنة وبصوت الشيخ عبدالباسط وبصوت الشيخ كمان المنشاوي وبصوت الشيخ مصطفى اسماعيل تستطيع أن أنت تسمعيه وتقرأي وراهم خمس آيات خمس آيات كمان في برامج لتعليم التلاوة في إزاعة القرآن الكريم وغيرها أنا أظن أن ده سيخليك أحسن استمري في قراءة القرآن وإن شاء الله لكي الثواب وإن شاء الله ربنا يبرك لك بس كمان حاول أن تتعلم وإن شاء الله ربنا يبرك لك في تعلمك وإن شاء الله لكي الثواب العظيم إن شاء الله معنا أستاذ محمد من الأليوبية أنا معليكم معليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاكا دكتور الحمد لله إزاكا أستاذ محمد الحمد لله بخير هل الندر ممكن لو ما توفاش يتعب صاحب الندر ده آه حلو السؤال ده إذا كان الندر إذا كان الإنسان نذرا نذرا ثم بعد ذلك لم يستطع أن يوفي بالنذر ده ممكن يضره في بركة رزق أو يضره في أحواله ماذا هو ده السؤال لو هو مش قادر يوفيه آه ده السؤال آه بالضبط يعني لو هو مش قادر يوفي الندر لا إن شاء الله لأ يعني الذي عليه العلماء بإني دوت لا يضره مدام هو ما كانش بيتلاعب وما كانش بيعصى الله سبحانه وتعالى بهذا النذر بخلاص النذر دوت إن شاء الله ولكن أهو نحن لست في الآية اليوم النهاردة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى هو ما قدرش يوفي بالنذر فإيه تغيرت عليه الأحوال إيه اللي يحصل إن شاء الله ويعفو عن كثير ولكن هو إيه اللي يحصل يطعم عشرة مساكين توفية وقياما بواجبي أنه يقول لله سبحانه وتعالى أنه يمتسر لأمره وأنه ما أخلف هذا النذر لأنه يريد أن يتلاعب بل إنه بيحاول بقدر الإمكان أنه يوفي ده فما قدرش يوفيه فأنا نتعامل معه كمن كحنس اليمين فيبقى على طول يطعم عشرة مساكين أستاذ مريم من القاهرة تتفضل أهلو أهلو سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا كنت عايز أعرف بس حضرتك يعني الجماح في شهر رمضان أهلو أيوة سمعك أنا كنت عايز أعرف بس يعني اللي جزها جميحها ثلاث أيام في رمضان تصوم ولا إيه؟ أو تصوم إيه؟ طيب طيب حاضر حاضر أنت وتقال كمان لو سمح حاضر تفضر يا بنتي أنا متجوزة عندي متجوزة وانا عندي 16 سنة مم فخلفت في أول سنة جوائزة طيب طيب فدلوقتي ابني عنده 8 سنين أنا مش عارفة تعامل معايا لأنه يحتبر قبر معايا طيب مش عارفة تعامل معايا خلف حتى أخويا وبتعامل معاك بحدة مش عارفة تعامل كأنه ابني يعني عشان حاسة أن أنا قبرت معايا مش عارفة تعامل معايا خالب أنا فهمك يا بنتي والله ومقدر اللي أنت بتقوليه دوت وإحنا كتير قوي بنشتغل على اللي أنت بتقوليه دوت واسمحيلي أن أنا أكلمك عندك سؤال تاني يا بنتي شكرا لحضر فك ربني يفتح عليك ويحفظك أيوة طيب لو بتسألي عنك لو بتسأل السائلة عن إذا حصل الجماع معها في نهار رمضان هي عليها أن تقضي الأيام اللي هي حصل فيها الجماع دي أما زوجها فعليه إن هو يكفر الكفار الكبرى فعليه إن هو يصوم ستين يوم عن كل يوم ويوم تاني يقضي عن اليوم ده يعني يبقى واحد وستين يوم على كل يوم حصل في جماع لأن رسول الله سلام لما راح له الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان قال له اعتقاب فقال له ما استطعش قال له طب صوم ستين يوما فقال له ما استطعش قال له فأطعم ستين مسكينا فمع اليوم اللي هو عليها أما هي لأن هي يبقى عليها يوم واحد فقط إن هي تقضي ولكن هو عليه الواحد وستين يوم يبقى عليها إن هي تقضي ثلاثة أيام إذا حصل جماعة ثلاثة أيام فعليها إن هي تقضي ثلاثة أيام وعليها إن هي تكمل سيامها لأن السؤال فيه تب تكمل صيامة لا 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 تكمل صيامة تكمل صيامة إن شاء الله أمر الثاني أنه عليها أنهي كمان لو إنه دا تحصل ديها وإي حاس أنه دا لوثها أو حصلها يعي وحصلها وسواس لا دي معصية كثير معاصة ويتابت إلى الله سبحانه وتعالى وتكمل حياتها بشكل عادي وبشكل طبيعي وستغفرة الله وتابت إلى الله وتقضي الأيام اللي عليها أما مسألة يا بنتي وانتي عندك حق وإحنا ده اللي احنا بنقوله للناس نخلي بالنا في مسألة الجواز ان احنا الناس لما تجاوز هو ايص الناس صغير بيبقى عندها مشكلة كمان في مسألة الانجاب ان هي لما تجيب طفل هو الفرق السني منها هي بتعتبر الطفل ده كأنه اخوها فهي بتقول ان هي كبرت معاه فانا نصحت لحضرتك المسألة بسيطة خالص انك تهدي ومتعتبرش ان المسألة دي اكبر منك ولا شيء من هذا قبيل المسألة ببساطة انت محتاجة تتدربي على شوية حاجات تتعلق بالسن اللي هو فيه ده وانت لما تقدر تتعامل مع السن ده هتلاقي حياتك بتتطور وحتلاقي نفسك اندك واحكم من ده انت كل الحكاية بس ان انت مش لاقي حد حواليك واضح ان مصدر تعليمك لمسألة مسئوليات الامومة كانت قليلة فانا بقول لحضرتك ببساطة خالص تتدربي على بعض الاعمال اللي تتعلق بالسن ده بصفة خاصة هتلاقي فيه برامج تتعلق بسن 8 سنين ده روح تعليميها وتعاملي معها اهم حاجة وانت بتتعاملي مع السن ده ببساطة خالص ان انت تكوني هادية معه تسمعي وتحاولي تشاركي ومشاركتك ده ده مش معناها ان انت تحولت الى طفل صغير لكن مشاركتك معه وان انت تتكلميه وان انت تحوريه ده شيء مهم جدا جدا في السن ده مهم كمان في السن ده ان انت ما تحاوليش تبيني خوفك وما تحاوليش تخوفيه ما تحاوليش ترعبيه ما تحاوليش دايما تهدديه كل ما عملت بعدت عن الكلام ده وحسستيه ان انت فهماه وحسستيه ان انت حسى به كل ما هو يهدى وانت كمان هتهدي التالت حاجات اللي انا قلتلك عليه متدريب وببساطة خالص ان انت تتكلمي معه كتير وثالت حاجة كمان ان انت تحسسيه ان انت فهماه وتهدي عليه وتطرح عليه الاسئلة مش تكوني في حالة عنف معك كل ما انت هتعمل الحياة دي هيهدى وانت كمان هتهدي وان شاء الله ربنا يكرمك ويوفقك لما يحبه ويرضاه استاذة نادية من القاهرة تتفضل كل سنة حضرتها طيب يا شيخنا وحضرتك طيب يا فنة دلوقتي انا ابني موظف ومراته ست بيب بس هي مريضة فانا عايز اسأل ممكن اديها هي الزكة هتدي لها هي الزكة على ان هي زوجة ابنك ولا هتدي لها الزكة عشان تكون لابنك لا على اساس ان هي مريضة وابني مش يعني حدوده في المادة على قده هي زوجة ابنك ليست من الاشخاص الذين اذا افتقروا يجب عليك ان انت تنفق عليهم فما فهمش القاعدة اللي موجودة في ابنك وخاصة اذا كانت هناك زمة مستقلة وخاصة اذا ابنك كان عاجز عن انفق عليها وهي في حقيقة محتاجة لانفق عليها من مسألة النفق عليها باعتبارها ان هي محتاجة ان ينفق عليها في مسألة العلاج بتاعها اه يجوز بهذا المعنى لكن ما يجوز ان انت تعطيها المال لكي تكون يصل الى ابنك لكن لو هي فعلا محتاجة لده وهي في الحقيقة لها زمتها المالية مستقلة لو ابنك لا يستطيع انه يصل الى ده فمناش دعوة بمسألة ان ابنك يستطيع ولا ما يستطيعش لكن هي يجوز ان انت تعطيها لكي تنفق على علاجها استاذ عفاف من الريوية تتفضل ألو ألو استاذ عفاف تفضلي ايه ازا حضرتك يا عام الشيخ ازا حضرتك نعمة وفضل الحمد لله الحمد لله بس كنت عايزة اشأل سؤال بس تفضلي بس كانوا علي زلم نجمد كدهوت والظلم ضغى يعني فانا جيت فترة كده كنت زعلانة قوي واخد على خطري يعني ليه ليه الظلم كده ضغى قوي وبعد ادعى ربنا بقى ان ربنا يفق قربي ويشيل الظلم داع عني بس بيزيد مش بتشال يعني هل حرام ان انا قلوم ربنا سبحانه وتعالى يعني اتفق الله العظيم ان انا ليه الظلم واع ومش قادر اخد حقي تعالي اقولك تعالي اقولك اقولك حاجة انت دلوقتي ممكن تنومي انت واحد جايلك دلوقتي بهدية وشيل في ايديه حاجة وهو تأخر ان هو يساعدك ويجي يجيب لك اللي انت عايزاه فهو شايل لك هدية وراء ظهره فانت دلوقتي قاعدة تلومي 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 وفجأة بعد شوية بعد ما مشي ساب الهدية على الباب لان هو لقاك مش فاهمه فساب لك الهدية على الباب ومشي هتحس بإحساس ايه اظن هتحس بإحساس ان انت اسأتي اسأتي اليه وان انت ما كنتش فاهمه ان هو كان جايب لك حاجة هتنفعك في المستقبل انا عايز بس اقولك حاجة انت مش من حقك ان انت تلومي ربنا اكيد ولا حقك ان انت تزعالي من ربنا لكن حقك شويتين تلاتة ان انت تعرفي ان حياتك مش النهار ده على فكرة حياتك لسه ممتدة مين اللي شايف حياتك بيطلع وبعرضها مين اللي عارف حياتك بكل تفاصيلها مين اللي بيخلق حاجاتك ومين اللي بيعرف يدبرك امورك مين اكيد ربنا سبحانه تعالى فعشان ربنا شايف ده كله بيدبرنا امورنا وبيستجيب لينا بس بيستجيب لينا ويعطينا في الوقت الذي يريد لانه هو الذي يعلم لانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير لا مش من حقك ان انت ترون من ربنا ولا حقك تزعال من ربنا لان في الحقيقة اسألك سؤال هوا انت حضرتك تعلمت كل العلوم التي تتعلق بتخطيط الحياة هل انت تعلمت كل العلوم التي تتعلق برؤية المستقبل هل انت عارف مثلا ان الحالة الاقتصادية رحل فين لما احنا مش عارفين كل ده فليه بنقول ان احنا ربنا ما تدناش الحاجة في الوقت لا ربنا يعلم الوقت المناسب ويعطينا وهو ربنا سبحانه وتعالى مش موجود عشان نحقق اللي احنا عايزينه ربنا بيدير حياتنا ويدبر حياتنا لانه هو اعلم واحن وارحم بنا منا لما نعرف ده نقدر نعيش حياتنا باستقرار زي بالظبط لما واحد ما ينجحش سنة هل يعتبر ان هو خلاص التعليم ما بقاش مناسب دي يبقى هو الغلطان لانه في السنة اللي بعدها هيتعلم امت التعليم وهيبقى حريص على التعليم ربنا لا يمنعنا ربنا يربينا يهذبنا ربنا لا يعذبنا ولكن يهذبنا بيبنينا بيربينا عشان نبقى قدرين نصبر على تغيرات الحياة فمن حقك لا مش من حقك طب تعملي ايه تستمر في حياتك وما توقفيش وان شاء الله سبحانه وتعالى بس الطيب قلبك لما تطيب قلبك عنك بتوسع واتشوف في حاجات كتيرة جدا جدا ربنا اعطارك انت كنت غفلة عنها نعم استاذة هودة استاذة هودة تفضل من البحيرة تفضلي استاذة هودة وحديك طيبة استاذة هودة استاذة الشيخ والله كنت عزة أسأل حديث على حاجة والله احنا عندنا في البيت في مشاكل لا يعني لا حصة لا جدون ايه أثبات ومشاكل على حدات يعني حدات كتبها جدا وحلم النطور وحلم النطور بالنظم بعضنا هذا حاجة غريبة يعني فأنا مش عارسة ايه الحمل الجهة بتتكلمي عليك وعلى زوجك ولا بتتكلمي عليك وعلى والدتك وولدك عليه وعلى زوجي وعلى اخواتي وعلى يعني يعني بيننا وبن ومن اخواتي وبن ومن ضودي أعلى غريبة يعني أعلى المشاكلivilقريبة لا نهارش الأسباب أنا عايشين في بيت عيلة؟ عايشين في بيت عيلة؟ لا hesitation لا続ها Jesuz陣 عايش عدنا أعجين كدت لوحدنا بس بين المدينة الخواتية، بيننا في مشاكل بدون أزبار، حاجات ساقة يعني برضو نفس الحكاية بينهم بين ذوقي، حاجات ساقة يعني بإستدعيش المعكاة طيب أسألك سؤالي يا أستاذ أهودة بالروحة كده بس أنت شخص حساس؟ نعم، بسما حضرتك لا، إسمعيني بقى كويس أنت شخص حساس؟ أنت حساسة؟ أنت طبيعتك يعني أنت عندك حساسية مفرطة يعني بتحب أن الناس يبقوا ريبين منك وأن الناس ما تزعلش من بعض وتحب أن كل واحد يقول كلمة يبقى مركز فيها وما يقولش كلام كده مش بيحس بيه ويراعي الناس والناس راعي بعضها وما حدش فينا يتجاوز مع التاني، صح كده؟ أكيد، أه، أكيد، أه، 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 تفكير كتير، أنت عندك تفكير كتير بتفكير 24 ساعة في 24 ساعة صحيح، صحيح أشيح مش كده؟ ده السبب يا فندي ده السبب، يعني أنت حضرتك بتقولي إحنا ما عندنا مشكلة من غير سبب؟ لا، هو فيه سبب، إيه السبب؟ أن حضرتك محتاجة شويتين، ثلاثة تعرفي أن فيه حاجات طبيعية تحصل في الحياة والحاجات اللي تحصل طبيعية في الحياة محتاجة مننا شوية روية وشوية تقبل لها وشوية تقديم حلول لها ممكن تتحقق ونرضى دايماً بالحاجات البسيطة عشان تكبر مش لازم كل حاجة تبقى في أفضل حال لكن نبتدي بالحاجات القليلة ولا تحقيرنا من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه أن تلقى ابتسمي في وجههم واصلحي بينهم وحاولي تخلي الأشياء التفهة تتجاوزي عنها ساعتها الحياة هتبقى أحسن وهتبقى أهدأ واللي بينك وبين زوجك حضرتك وبينك وبين إخواتك إن شاء الله كله ينصالح يا سيدة، إيه هتنسوا انتوا عباد دبر ربنا سبحانه وتعالى لكم وأحوالكم كل العوالم اللي حاليكم اللي انتم متعرفوش عنها كل الغيب ده بيد مولاكم سبحانه وتعالى وكل الغيب اللي حولينا ده ربنا يدبره لنا اللي حولينا ده مش فراغ اللي حولينا ده عوالم فيها تفاصيل كتيرة المستقبل تفاصيل والماضي تفاصيل العلاقات اللي بيننا وبين الناس تفاصيل ومحدش بيقدر يعمل من التفاصيل دي حياة جميلة وآمنة ومحفوظة غير الله فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين وقولوا لنفسكم دايما ان القدر اللي بيكشف لنا عن تدبير ربنا هو كتاب لطف الله كتب بمداد من ود الله يا رب اجعلنا دايما نذوق حلوة تدبيرك فنحيا في أمان ونحيا في سلام وننطلق في حياتنا لأنك سندنا ولأنك معنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين ارزقنا أن نذوق حلاوة الطمأنينة لأنك تدبر أحوالنا في كل وقت وحين يا رب العالمين يا رب العالمين